ترجمة نانسي قنقر وراء اتفاقية التجارة الحرة تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة والخليج وفهم التحول الإقليمي حيث افتتح معاليها الندوة بكلمة تطرق فيها إلى استقرار الوضع الاقتصادي في المنطقة مشيرا إلى المشاريع التنموية والفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الخليجية مبينا أن أجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي حاليا يقدر بـ 2.4 تلريون دولار ومن المتوقع أن يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050 كما حضر معاليها الندوة التي نظمتها السفارة بالتعاون مع مجلس المحافظين في الشرق الأوسط بعنوان مستقبل التجارة في المملكة المتحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحدثت فيها سعادة اللورد دومينيك جونسون وزير الاستثمار في المملكة المتحدة مشيرا إلى الزيارة الناجحة التي قام بها مؤخرا إلى مملكة البحرين بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية للتعاون والاستثمار مؤكد أن منطقة الخليجي العربي هي المنطقة الواعدة التي توفر فرصا استثمارية مميزة